اللهم صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابه أجمعين إزايكم حباب قلب أخبركم عاملين يا رب وكونوا كلكم بخير نهاردة بإذن الله معنا ارتين كده جميلة على السطح وبقالنا فترة طويلة جدا 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 مطلعناش البطة على القناة كمير دورة البطة الخليطة المسكوف إذا أم حضراتكم شايفين مشو الله ربنا يبارك ولا حول ولا قوة إلا بالله حاجة كده باقي جميلة مشو الله ربنا يبارك طبعا وفرنا في استهلاك العلف بتاعنا وعملنا لها خلطات كتيرة جدا 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 كلها على القناة حاجات كده جميلة مشو الله بس طبعا عاوز أقولك لو أنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريتن زي تشترك فيها وتفعل الجرس على كله وما تنسيش تحط لايكة ستة كل فضلا منك وليس أمرا نهاردة بإذن الله كده الروتين بتاعنا بصوا زي بيقول كده ايه روتين جامد جدا جدا نهاردة كده من الصبح بدر كده من الساعة 8 على السطح طلعنا بقى طبعا ايه يعني كده لنظف العشاش بتاعة البط طبعا لأن طبعا كانت الدنيا بتشتن بارح فكان فيه مية شتا نزلة في قلبي طبعا العشا من جوه فطبعا قلت لأ ما بديهاش بالدننا طبعا أطلع عشان خاطب كمان البط لما أحبسهم ما يحصلوش نوع من الكساح أو يحصلو أي حاجة خوفة عليه طبعا فطبعا يعني الوحي بيتعب وبيشأ في الحاجة بتاعته على قد ما بيقدر فطبعا علشان يعني ربنا يكرمنا فيها فلازم من احنا نحافظ عليها وناخد بالنا منها كويس جدا جدا فأنا طبعا قلت بايا ايه ما بديهاش هطلع كده ايه أكنس كده الأماكن اللي هي هيبقى فيها شوية من المطرة أو فيها شوية من المية طبعا هي مشتتش كتير جدا يعني شتت حاجة قليلة جدا وكمان هنأكل بقى في الفطر الطيور بتاعتنا طبعا زي ما انتوا شايفين طبعا العشة كلها مية ازاي فأنا هبدأ كده ان انا اخد الافضل العشة خالص وكمان اشيل النشارة كلها وافرش لهم نشارة نظيفة بحيث برضو ما يكونش فيه اي نوع مية من عندهم جوه وطبعا زي ما انتوا شايفين انا فتحة كل المشمعات اللي على العشش يعني كل المشمعات اللي على العشش كلها انا فتحاها علشان خاطر طبعا التهوية عشان كمان الشمس بتخش جواها طبعا تشمس وتبقى كويسة كده والهوا بتاعها يتغير خالص ولو فيه نسبة رتوبة ولا حاجة الشمس طبعا تشد طبعا المية اللي جوه العشة لان طبعا كلكوا عارفين ان انا طبعا حتى طبقة من الرمل وطبعا الطبقة ريت ماسكة في قلب الارض يعني مهاش كده سايبة مش من نوع لها مسلا تتكنس بتطلع بره لا ايه مسكة في قلب الارض تمام هنا بقى طبعا البرسين بتاعنا هوت او الربة حسب ما انتوا بسموه في المحافظات هنا طبعا كنت جايبة بعشرة جنيه اه زا ما انتوا شايفين كده طبعا بجيب بعشرة جنيه بقسمه على يومين يعني بحط كده نصه ونص التاني بحط تاني يوم طبعا هنا بحط طبعا الطيور بتاعت كلها تفطر منه يعني ما بحطش الصبح اي وجبات تانية غيره اه عاوزة تضيفي معاه اي وجبات تانية مفيش اي مشكلة عاوزة تحط معايش عاوزة تحط كمان معاه آآ علف عاوزة تزويدي اللي انت عاوزة تزويدي مفيش اي مشكلة طبعا هو مستحسن ان هو يتقطع بس طبعا انا زي ما انتوا عارفين آآ يعني بصراحة بستسهل فبحطه البط ياكل منه كده على طول هنا برضو البط اللي هو الزغير اهال زي ما انتوا شايفين برضو وحطوله حبة ياكل منه كده ما شاء الله برضو هوت آآ جايب برضو العلاجات اللي احنا من ادهاله وكمان آآ جايباله كيس فتمين آآ علي التركيز طبعا جميل جدا جدا يعني ما شاء الله ربنا يبارك بان عليه على طول بدأ ان هو الرش بتاعه يطلع ما شاء الله ربنا يبارك فطبعا لسه برضو الدورة بتاعته شغالة على القناة يعني لما نشوف برضو هنوصل لحد فين معاه طبعا ما بنقطعش معاه برضو العلف يعني احنا برضو بحط له نسبة من العلف عشان في ناس كتيرة جدا كتابتني في التعليقات ادي له آآ آآ نسبة من العلف والله العظيم انا بحط له نسبة من العلف واحد وعشرين في المية بس طبعا آآ مش كل حاجة احنا ربيها تطلع زي يعني مش هتطلع كلها كويسة لازم هيبقى في حاجات كده ممكن ان هي تعجز معانا او ان هي ممكن يحصل لها اي حاجة احنا طبعا يعني بنحاول نجهد نفسنا ومنحاول ان احنا آآ نتعب ونشأ على الحاجة بتاعتنا بقدر الامكان علشان ربنا يكرمنا فيها بس طبعا الحاجات اللي بتحصل ديه الواحي ما بقاش ليه يدي فيها بس اقول الحمد لله الواحي بيحاول حتى لو احنا فشلنا في حاجة ربنا بيكرمنا في حاجة تانية والله المستعان معانا طبعا ومعاكم بازن الله زي ما انتو شايفين طبعا حاجة كده جميلة مش هالله ربنا يبارك اهوة يعني بصوا آآ حاجة جميلة انا جبت لهم املاح معدنية جبت لهم فيتامين وكمان جبت لهم كيس اللي هو اسمه البانيش دوت 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 كيس آآ 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 فيتامين عالي التركيز يعني جوا مجموعة فيتامينات عالية التركيز جميل جدا 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 ينفع تستعملوا لي الفراح من اول يوم وكمان ربط اي طيورة عندكم ممكن تستقبلوا عليه هنا طبعا الفراخ البلدي اللي هي طبعا كانت في البوكس اهيت آآ انا طبعا كنت امخرطان لهم كده ام کتت ام خرطان لهم آآ آآ شوية من البرسيم كده علي جانب عشان خطرا طبعا هما بيخافوا يخشوا في وص okay ان هما ياكله طبعا ايدي متاعنا اهوت من يسال الدين بتاعه كان شينى ادي بتاعه كان يشينى الدين بتاعهкого لديل بتاعه معتشو بيطلع طبعا شايفين ايدي كايني اللحلوين دول طبعاJohn道 welladah Jest armadように يبارك ولا حول الكهتة الا بالله. لو وصلت معي للفيديو الحدي هنا يا ريت ما تنسينيش في اللايك. حط لايك وانت بتتفرج على الفيديو. انا طبعا انا كنت بزود المية بتاعة البط كل ما طبعا حطا لهم طبق كبير جدا علشان يقدروا ان هو افضل معهم طول اليوم بدل ما كل شوية اطلع السطح ان انا احط لهم اه او املالهم مية او اغير او اغير لهم المية. بس طبعا هما بيدخلوا بقى بيستحموا في يعني انا كل ما زود مية امه هما داخلين مستحميين يبهدروا المية وكمان يخلوا الطبق اصلا المية بتاعته يعني عاوز اقول لكم بتبقى سودة. لان طبعا لما الدنيا شتت عليهم كانوا كلهم كانوا اتعكوا كانوا كلهم بقى طبعا اتعكوا كده طينا كده طبعا من على السطح. طبعا في على السطح طبعا الحمامات بتاعتهم بتبقى نزق في قلب الارض وكمان نشفة. فلما بيجي عليها اي شوية مطر او حاجة بتلاقي السطح دوة تعجينة. فطبعا يعني كانوا مبهدرين اخي مبهدلة يعني في الشتوية اللي فاتت دي. بس الحمد لله. يعني ربنا بيقدر الواحد ان احنا طبعا نشتغل ونتعب على الحاجة بتاعتنا. طبعا السلالة اللي احنا بنربها ده اللي هي سلالة البط الخليط المسكوفي طبعا غنية عن التعريف. سلالة من السلالات الجميلة جدا 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 في الوزن وفي الطعم وفي كل حاجة يعني حاجة كده جميلة. اه طبعا زي ما انتم شايفين احنا بنعمل اكتفاق ذاتي للبيت. اكتفاق ذاتي ازاي? ان احنا طبعا من ربي الحاجات اللي احنا بنحبها. او اللي احنا مثلا عاوزينها. او اللي احنا نقدر ان احنا نربيها ونكتفي منها. اه بقدر الامكان. طبعا احنا عارفين ان كل حاجة طبعا للوقت غالية والاعلاف ما شاء الله. طبعا شايفين هنا الفراخ كانت داخلت جوه العشة بهدلت النشارة كلها وطلعتها. فانا هبدأ كده ان انا بصراحة ان انا قلمها علشان مناش عاوزة اي بهدلة على السطح. بحيث لو الدنيا شتت ولا حاجة ما يبقاش في اي حاجة المية على طول بس تشد بمساحة كده. والموضوع ينتهي. طبعا الفراخ لما بتخش العشة اللي فيها النشارة طبعا زي ما تشايفين بيبهدلت الدنيا. طبعا بحاول بقدر الامكان ان انا ما خليش اي حاجة في قلب الارض يعني بحيث اي يبقى السطح نظيف ما يعودش بقى اي كركب وكده. طبعا زي ما انتو شايفين يعني انا بحاول بقدر الامكان والله ان انا انضف ليهم وكده بس طبعا ما بننضفش السطح كله عشان بس اه ما بننضفش السطح كله مرة واحدة يعني ممكن كل يوم مسلا او كل يومنا ننضف في جزء. تمام? اه هنا بقى طبعا زي ما انتو شايفين البط اهوت. ما شاء الله ربنا يا بالك. عاوز اقول لكم البط الزغير بيأشع حاجة اسماه برسيم او اي حاجة خضرة. يعني اي حاجة خضرة ما شاء الله بتبقى جميلة جدا. بس عاوز اقول لك كمان لو في عندك اه لازم ان تبقى واخد بالك من البط عشان لو في عندك اسهالات بط كبير زغية فراخ. لو في عندك اسهالات يا ريت ما تحطيش اي حاجة خضرة ليهم. ابعدة اي خضرة عنهم طول ما في اسهالات ليه? علشان ممكن الخضرة بتزوج كمان لو في اسهال بتزود الاسهال ليهم. فاخد يبالك من الملحوزة ديت وكمان ما تحطيش كل يوم برسيم يعني مش كل يوم. ممكن يوم بعد يوم. ممكن كل يومين تحط لهم اكلة بحيس ان يبقى برضو الحاجة عندهم متنوعة والاكلة عندهم متنوعة والخلاطات متنوعة يتغزوا منها ويكتفوا بقدر الامكان. انما طبعا انا ما بحطش كل يوم عشان بس ايه في ناس كتير جدا قدت لانت تحط كل يوم للربة دي او البرسيم لانا ما بحطش كل يوم بصراحة يعني كل يومين تلاتة كده بشتره بعشرة جنيه على ما بيخلص عندي بقوم جايبة تاني. فطبعا بيقعد عندي بتاع يومين تلاتة اني ما بحطهش كل مرة واحدة انه ما شاء الله اه اه الشلق دوت اللي انا بجيبه هو واسمه شلق اه غير الربطة الربطة بيديك الربطة بجنيه او بجنونس انما الشلق ده بجيبه كده ملع عربية بتبقى جاية بصراحة الصبح اه بتنزل هنا فعندي هنا كزا يعني في كزا زريبة هنا بتاعيب بهايم وكده وفي عندي كمان تحت هنا في عرف فطبعا يعني ايه بينزلوا لهم وكده رب عشان طبعا الخرفان عشان طبعا البهايم اللي عندهم فنا طبعا يعني بحب ان انا ايه اخب ملع عربية وهي جاية بصراحة بتبقى معاها الشلق ده بيبقى كبير جدا ما شاء الله ربنا يبارك يعني ممكن يعدي الخمستاشر ربطة اه فطبعا بيبقى كويس جدا جدا يعني بصراحة بينفعني كمان للبط والبط كمان بيحبه فانا طبعا زي ما انتم شايفين انا بسيبه هنا كده للبط برميه كده للبط كده والبط طبعا بيفضل بقي ينقنق فيهم لحد ببنزل تحت اعمل لهم الاكل على ستاعة ثلاثة اتنين بيك كتيرة قوي قوي بكون مطلعا لهم الوجبة التانية بتاعتهم بابس بهمش اكتر من كده علشان ما يجوعوش لانه طبعا اه هي برضو وجبة يعني ما ينفعش ان احنا نتكل عليها كده كوجبة اساسية لهم الصبح ما ينفعش لازم تضيف معهم اي حاجة لو انتي مسلا هتحطها لهم كوجبة مؤقتة على ما تحط لهم الاكل ما فيش اي مشكلة انما ان انت تحطها لهم كوجبة اساسية فمش هتنفع لازم تضيف معا اي حاجة تانية اه شوية علف شوية درة صفرة شوية مسلا اي خلطات عندك بوا اكل بيت اي حاجة بحيث البقض ياكل عندك اه ويشبع يعني ميبقاش اكل ويبقى لسه اه مهوش مهوش شبعا هنا طبعا الدكرة ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين كده جميلة جدا وزنها جميل جدا يعني وزنها معد تايتا كيلو الحمد لله يعني حاجة كده جميلة وزي ما قلت لكم قبل كده اني كنتم ربيو مع دي شيشة اللي هي اه كسر الرز وكمان الرضة يعني كده دولت اصلا حاجات كويسة جدا ليهم عايزة تزاودي لهم باي حاجة تانية زي العلف زي الكزب زي الدرة وفيش اي مشكلة ان شاء الله هتلاقوا معايا حاجات جديدة الايام الجديدة ان شاء الله تابعونا على القناة عشان يوصلكم من قناة كل جديدة تابعونا على القناة عشان يوصلكم من قناة كل جديدة تبعونا على القناة عشان يوصلكم من قناة كبير